بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وارض اللهم عن آله وأصحابه وأدباعه ومن ولاه وبعد إخوة الكرام المشاهدين الأفاضل الكرام قل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير أسأل الله لعلي العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا هذه العبادة الطيبة المباركة وأن يعيد علينا هذا العيد السعيد ونحن أحسن حالا وأقوى إيمانا وأصحى أبدانا وأطهر قلوبا وأعمالا والسودان آمن ومطمئنا سخاء الرخاء والعالم الإسلامي متحدا ذو كرامة وعزة يا رب العالمين أحبة الإيمان أخوة الكرام خرجنا من عبادة طيبة مباركة عبادة الترك يقوانا أي عبادة ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا أمرنا بها فعل كان الصلاة فعل كان الحاج فعل كان الصدقات فعل كان الحاج فعل يعني أي عبادة من العبادات ربنا أمرنا بها فعل إلا عبادة الصيام الله ترك لله يعني هنا بتفعل لله وهنا بتترك لله أول ما العبادة انتهت الله جل جلاله من شدة محبته لنا يخوانا العلماء جزاهم الله عننا وعلى الإسلام خيرا للجزاء زكروا قالوا إن ربنا بيحبنا محبة معادية وجابوا أدل على ذلك 35 دليل على إن ربنا بيحبنا محبة معادية الدليل الأكبر والأول الأزان شو بنادينا في اليوم كم مرة حي على الصلاة حي على الفلاة الدليل التالت تيمم شوف يعني الليلة لو إيدك ما نظيفة وإنسان ما ديته لو ما بترضى تمدها لإنسان تسلم عليه ربنا قال كم ما لقيتم ويا يتيمم وصلوا شوف المحبة دي الدليل التالت التكبير في العيد وعيد الفطر وعيد الأطحى يا أخواني اللي ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا بعد هذه العبادة الطيبة المباركة أدىنا الفرح قال لكي نترك شيء أعظم ما إحنا قبل تركنا الأكل والشراب صح يا أخواني لكن من الليلة لقدام وإن شاء الله كل سنة طيبين وسعيدين دارين ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا دائرنا نترك حاجة أعظم اللي شنو الحقت المشاكل الداخلية يا جماعة نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا الحديثة الذي رواه الإمام مسلم إخواننا الإمام مسلم دقيمة السلف الصالح الإمام مسلم مولود مئتين وأربعة ومتوفي مئتين كم يا أخواننا مئتين واحد وستين وهو يعتبر من شنو يا أخواننا من أعظم علماء السلف الصالح وولده بتاني أخواننا يوم وفات الإمام الشافع الإمام الشافع مولود مئة وخمسين يوم وفات الإمام أبو حنيفة ومتوفي مئتين وأربعة الإمام مسلم مولود 204 ومتوفي 261 بعد الإمام حول بن حنبل بكم يا أخواننا بعشرين سنة روى هذا الحديث الطيب المبارك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى شنو يا أخواننا إلى قلوبكم أول ما يجينا هذا العيد السعيد المبارك الفرحة الكبرى يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم شدد ما دائرنا نفرح لدرجة أنه عملنا صدقة الفطر يا أخواننا ليه صدقة الفطر دي عشر رمضان قديد قبل كصيام الأنبياء والمرسلين حديثا رواه الإمام أبو داود ورواه الحاكم وابن ماجه طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللقو والرفص فمن أدها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة شو عليك الله الكلام دا كيفا طيب يا جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائرنا نفرح ودائر المساكين يفرحوا والفرح دا لزو شنو يا أخواننا ما في حاجة في الدنيا دي ساكت الصمال في ربنا سبحانه وتعالى وجلب على أمر بحاجة دي بحاجة في الدنيا ساي أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا أبدا أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا الله جل جلاله نزيه عن العبث الفرحة في العدة مهمة شنو التصافي عشان كده يا أخواننا سبحان الله كل العبادات الله جل جلاله جعل لها أجر وثواب محدود إن لعبت تلعفوا الله فمن عفى وأصلحه أها فأجره على الله يا أخواننا نحن عندنا ثلاثة مواقب في الدين لو الزول يعني تفكر فوقها بيستغربوا يذهبوا فأنتم اطلقاء على الأقلي حبيثهم ساكد أهل مكة داتلا على لقى النبي seinem SOD يحبيثهم ما همالك رقابهم هم كلهم كانوا ألفين شوية ولا ما صحي يا أخواننا وهو كم يا أخواننا هم جون بعشرة ألاف ولا ما صحي يا أخواننا على لقى يحبيثهم في الحر لكنها والله سبحان الله يذهبوا فأنتم اطلقاء صحي أخواننا أيها مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعد الخمسة محاولات بتاعت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كلها حول فيها الإنسانة داري اقتلوا دا لأعظم صحابي لكن تعشوف لو جزء اللي اعترض قال دا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما بقدر أعمل كده النازلة هانوني النازلة عملولي النازلة النازلة نقول له سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أفضل الصدقة على زر رحم الكاشح الكاشح دامنه البضمر لك السوء الكاشح دامنه البخدك في مواقف حرجة قدام الناس الكاشح دامنه البسألك أسئلة حرجة قدام الناس يعني ودعمت قدام الناس انت أسمع أختك دي طلبه لي اخوانا في دائل سوال زيدة قدام الناس دا كله ليه يا اخوانا نحنا نرلك تعفو عن زيدة العيد دايرين تعفو عن زيدة ليه إنت موش خليت الأكل والشراب ليه الله قالاي يا أخي خليت ضغايل لي الله إنت متشوف سيدنا وبقر الصديق اخوانا الصحابة الكرام دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقول اسم الصحابة إلا تقول مع سيدنا يا أخوانا الحديثة رواه البخاري ومسلم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحض ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصفه يعني معنا لو جاء صحابة صلى رقعتين وما ركفات في مسجد إلا أن نصلي عشر مليون رقعة حتى نساوي رقعتين دي لأنه جاء بالأحض دا وجد تقسموا بيدك كده عملوا لك رملة بس وجد تقسموا واحد نين عشر مليون مرة ما بتساويه شو بالله عليك الله عشان كده روى البخاري عن سيدنا جابر أن سيدنا جابر قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يا أخوانا الصحابة دي ربنا جابوا لينا وشال أن نصلي عمره 63 سنة سغير يا أخوانا لو خلينا نزي سيدنا عثمان 83 سنة قال دا كل عشر ربنا دار يبرز لنا مكانت الصحابة هم جمعوا الغرآن وهم نشروا الإسلام وهم القدوة لينا يا أخوانا لو في سؤل قال والله النبي صلى الله عليه وسلم دعا فلأنه نبي أنا ما بحفين أقول له قدوة تك سيدنا وبكر صديق سيدنا وبكر صديق نبي أبدا رسول أبدا معصوم أبدا الإزائي جاتوا من وين من أهلوا في منه في بيته الله يا أخوانا نحن دارين العيدة السعيدة الله ما عمله لينا عبس والله يا جماعة ونحن يا أخوانا دارين ندعبد لله جل جلاله لأنه العبادة دي ما هينا العبادة يا أخوانا بيجيب لنا رضا الله ورضا الله بيجيب لنا الجنة والجنة بيجيب لنا صحبة الأخيار ورؤية الحق عز وجل عشان كده قالوا للمسلم أول ما يجيك العيد زي ما إدت خليت لأله يا أخوانا عيد الفطر أن إحنا ما إنا خلينا الأكل والشرب يعني تركنا لله عيد الأطحى أن إحنا زبحنا شهواتنا يا أخوانا الضبيحة دي ما عاش نحن نأكل ونشرب لا لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم إحنا دارينك إت المسلم ده يوم الغيامة ما لك تمشي لأله نظيف أول ما وقفت رب العز جل جلاله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغيامة ربنا بوقف الناس خمس صفوف صف الرحمة صف العفو هات من رحمت في الدنيا ولو عصفور لكي نرحمك اليوم ولما سأخوانا الحديث الصحيح يا سلام العفو ولما سأخوانا طيب يا معنى سؤال لو الزول قال والله يا معنى بصراحة ما قادر أنسى المواقف السيئة أو أنا ما قادر أعفو نقول له اتفرط في جنتك وما تنسى أول ما الإنسان يجي داخل الجنة بدخلون نهر الحياة عشان شنو يا أخوانا يغسلوا من ثماني أشياء أول حاجة يغسلوا منا الزعل والأحقاد ما الله قال كده يا أخوانا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْقِلِّنْ إخوانا على سورة نشن يا أخوانا متقابلين طيب أنا دائر أقول لك كلام بسيط جدا الكلام ده يا أخوانا أنا دائر الناس مش تفهموا لي بس تعيو يا جماعة روى البخاري ومسلم طبعا عندما نقول البخاري الكلام كبير البخاري مولو سنة مية أربعة وتسعين هي جنية يا أخوانا يا أخوانا الحديث الصالح والإمام موسيقى مولود بعد وبكم يا أخوانا بعشرة سنوات ميتين وأربعة الاثنين دروا هذا الحديث الطيب المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل يا أخوانا الأرض غطرة 12500 كم الشمس غطرة 15 مليون كم فعلا لا ظل الشمس دي بتجي قريب يعني إحنا الآن درجة الحرارة من ترتفي لحد الأربعينات الناس بتبدأ تضايق الخمسينات الحشرات بتبدأ تموت الستينات الناس بتبدأ تمرط السبعينات الناس بتبدأ تموت تمانينات الوطة قولها بتغلي تزعينات الوطة بتبدأ شنو يا أخوانا تتبخر المؤمن بتتبخر مئة درجة الغليان والتبخر صح يا أخوانا إيه الرأي بدرجة حرارة سطح الأرض يوم الغيامة 6000 درجة مأوية ربنا قال كده وطر الناس سكارة وماهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد طيب يا أخوانا في اليوم دك ما بضل لأن الشمس لما تجي نازلة الشمس قطر الأرض ألف مرة حيكو رضلوين يا أخوانا أشكده يا أخوانا قال يوم لا ظلا إلا شنو إلا ظلا يوم لا ظلا يوم لا ظلا الرجلاني تحبا الله يخوانا ولهن Engineer S.A.S. قال بقول مؤمنان والله قال ما قال لو قال مؤمنان قال أقول إلا شوف لا يمؤمن يحب في الله لكن قال ريولاني تحبا في الله أنا حبتي زول في الله الله بزولي في زوله طيب يا إخواننا إذا كان قريبي رحمي ده حبيت عليكم الله يقول الله يسوي لي شنو يا إخواننا ربنا قال لي سيدنا داود قال لي يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني وأجل عندي إذا راجع إلي بعد الإدبار لو جاني راجع بحترب أكثر من أول لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري وشوقي لا تركي معاصيهم لماتوا من شدة الشوق إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي هذا حالي في المدبرين عني فكيف حالي في المقبلين إلي عليك قلنا أخوانا شوالحديثة شوف ربنا دا عظيم كيف قال لي يا داود دا الحالة ما المديري أنا بعمله كده فكيف حالي في المقبلين إلي يا إخواننا إذا كان إت بتريد أخوك في الله ربنا جل جلاله بظلك يوم الغيامة يوم لا ظل إلا ظله الناس بكورك و بقولوا إلهنا أصرفنا عن هذا الموقف ولو إلى النار صح يا إخواننا حديثة الشفاعة ما القيامة الله إت بتريد أهلك إت بتحيب أهلك شوف يا إخواننا عشان كده جماعة إحنا دارين العفو طيب لو فيزول قال لي يا أخي إت لين مركز على العفو في الأهل بس بقول له لأنه في شي مهم جدا يا إخواننا الحديثة في البخاري ومسي والحديثة رواه أبو داود والحاكم والحديث والحديث والحديثة رواه ابن حبان إخواننا ابن حبان دا رجل مهين مولو سنة 270 ومتوفي سنة 354 الرجل دا كان قاضي وكان شنو يا إخواننا محدث وكان فقه وكان شنو يا إخواننا طبيب سبحان الله هذا الرجل رواه هذا الحديث عن الصحابي الجليل الدرة بتمنو من تأبي لهم شوف أبوه كيف ويهي كيف قالت يا رسول الله من خير الناس أحان منو قال الله على كلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أدقاههم للرب وأوصلهم للرحم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر إكبا يا جماعة قالوا للزول إنما انتحب أخوك في الله وإنما انتحفي عنه ربنا بيديك الأجور دا كيف بالرحم يا إخواننا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربط الرحم بالفقر بالفقر وبالموت لأن أكثر حكين بيخافوا منه إن الناس صحي يا إخواننا أكثر حكين بيخافوا منه إن الناس شنو يا إخواننا الفقر واشنو والموت سبحان الله من سره رواية البخارة ومسلم من أحب الروايات التانية أن يبسط له في رزقه أها وينسى له في أجلي أها فليصل شنو يا إخواننا فليصل الرحم أحبة الإيمان اخوة اكترام نحن في موسم ديني موسم ديني عظيم موسم ديني عظيم